اشتركوا في القناة اعترفت كامل كويس اول سنة كانت معك ومشي ازاي انا حسيت الكلام ده قوي حسيت انه فعلا واقعي مش كلام يعني بيتقال في الكورس او بيتقال في التلفزيون وما بيحصل لكن فعلا انه اول سنة هي اصعب سنة ما يقول ابسط ما يقول عنها ان هي اصعب ليه طيب اصعب سنة؟ ايه مثلا الامثال اللي وجهتك خليتك تقول لا دي سنة صعبة ابسط حاجة انه حسيت الخطوبة حاجة الجواز حاجة تانية خالص من رغم ان احنا كنا متفاهمين جدا متفقين على كل حاجة يعتبر يعني ابسط التفاصيل كنا متفقين عليها لكن اول ما ما دخلنا بقى في مشروع الجواز وان احنا عايشين مع بعض في بيت واحد حسيت انه فترة الخطوبة كانت بتتكلم عن عن طباع عن شكل عن شخصي بحاول اكتشفها لكن الجواز اكتر عادات اكتر تفاصيل كتيرة قوي حد قعدة معي اربعة وعشرين ساعة بدل ما كنت بشوفه ساعة او اتنين بكلمه في التليفون مصف ساعة فيه جانب كبير قوي اكتشفته بس بعد الجواز اوكي طيب مهر السهوة كان هي اصحب سنة زي ما قلت لانها مالينا تحديها كتير اوي احنا بنحاول نفهم بعض احنا بوقت الخطوبة زي ما كانت تقول مارينا احنا انتفقنا على اضاق 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 التفاصيل لكن الحقيقة في الجواز احنا اكتشفنا ان الموضوع مختلف تماما اوكي الكل احنا كنا نتكلم فيه ده اه حاجات كويسة هتساعدنا بعد كده لكن الواقع العملي بتاع الجواز لا مختلف تماما محتاج مش محتاج كلام قبلها محتاج ان احنا نعيشه ونتضرب فيه ونعيش ونتضرب فيه وشوية نخبط فبعض لكن هيبان بقى احنا هنستحمل بعض قدية حبنا بقى ده هيبان مش مجرد حب ومشاعر لكن الحب احنا هنضحي ان احنا هقدم مارينا ومارينا هتقدمني انا هضحي عشانه هي كانت سنة صعبة ومنيتها حديات بس طيال احنا اكتزنا للفترة الصعبة لنا مارينا سؤال كده يعني محدش سهيسمع اكتر حاجة صدمتك في مهر ايه اكتر حاجة مش مش تفصيلة معينة لكن اكتر حاجة صدمتني انا حسيت في وقت انه هل انا فعلا هو ده الشخص الصح اللي انا اخترته ان احنا نكمل مع بعض هل هو ده مش هو ما تغيرش لكن حسيت ان انا يعني دلوقتي اكتشفت ان انا اللي كان فيه مشكلة وقتها ان انا مش عارفة اتبرمج مش عارفة افهم اي اتصدمت فعلا اتصدمت اتصدمة كبيرة قوي مش في ماهر لكن في فكرة الجواز نفسها فخلتني مش عارفة اتعامل درجة ان بقيت في وقت انا فعلا سبب ان احنا جوازنا بينزل لتحت بينزل لتحت مش بنروح يعني مش بنحب في بعض والحياة اللي احنا كنا رسمينها لا خالص بقيت مشاكل خناقات بقيت حاسة انه في حاجة غلط احنا مش هو ده اللي كنت فكرة مش هو ده اللي انا كنت رسمة في تصوراتي كده انتي كنت دخلة بتوقعات طاقة ايه بقى ايه طاقة؟ رومانسية بقى وكده؟ مشكلتنا بقى الافلام العربي اللي هي رسمت لنا صورة هدخل كل يوم اللي اعمل لي شموع انا كنت حتى بقى يعني خيال انه الصبح هصحى جهز للفطار وبيصحيني بريشة وحاجات كده يعني عمرها ما هتحصل بس كنت حطها بقى بس حيث نقيت ان انا اللي بحضر فطار ولازم انزل ولازم اعمل ولازم اشوف البيت عايز ايه ومويل كده كده كتير عندي مصروف بيت لازم احاول ازبط الشهر علشان يتزبط على اعساسه عندي مش عارفة غسيل ومكوة وحاجات كده يعني تفاصيل كتير قوي ايه ايه احنا كنا بنتكلم بس بجواز خروج وقسح وهنهزر مع بعض هنتكلم نقعد بقى قدام التليفزيون لأ اه حسيت انه ايه الحياة ليس مبودة ايه مش هودة اللي بتفقى عليه جماعة اوه خالص طب انا عايز اقول لكل الناس اللي تتفرج علينا مارينا كان عندها توقعات عالية قوي انها هتسحب ريشة وتسحب الفطار السرير يجي لها فالاسف هي ملقيتش التوقع عندي ملقيتش ريشة ملقيتش ريشة فكلمونا كل الستات اللي تتفرج علينا كلمونا ابعتولنا قولونا انتو كنتو متوقعين ايه على الجواز انتو متوقعين اول ما تتجاوزوا كده كنتو متوقعين ان مرتاتكو بقى تعملكو ازاي وفجأة صدمتو ايه الحاجة اللي كنتو مستنيينها وما لقيتوهاش في الجواز فكلمونا ابعتولنا عايزين كده نتكلم كده رجالة وستات مهر بقى انت بقى هيكت متوقع ريشة انت كنت متوقع ايه بس كان ساقف توقعتي اقل اكيد ممرينة لان هي بنت فعندها احلام وطموحات لكن كان عندك هاي شوية طموحات لان احنا كنتو محب بعض قوي قبل الجواز فتوقعت ان احنا حياتنا حياة بلا مشاكل حياة في منتهى السعادة وده اللي بعد اول اسبوعين ثلاثة بعدما خلصنا عشر العسل بعدما اقمن بطلنا 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 نسافر بطلنا الناس تجنة فقنا لحنا الاتنين بس في البيت ايه ده اولا؟ خلافات طلوقت خلافات احنا فعلا بجد مش عارفين احنا بديخرف على ايه حاجات هابلة جدا بنتخنى وبش عارف ايه يعني احنا طب احنا كنا بنتخنى ليه اصلا بناقض نضحك على نفسنا فدي حاجة الحاجة التانية انا لان بابا وماما بالسماء فكان عندي بقى احلام وطموحات مري ما هتعوضني عن ده وكانت طلوقت حتى بقول لها الكم ده انت قلتلي انك هتعوضين عن ده بقى كلاف في وقت ان المرة المرة اتفكر ما قلتلاش عن الكلام ده امار تسمعه هي مش فتشجات انا هتعوضني عن ده انا اللي عندي مشكلة هي ما عنداش ما لهاش دور ان هتعمل ده هايقا طبعا هتعمل دورها انها زوجة وهتساعدني لكن ما لهاش علاقة ان هتعوضني عن الحاجة اللي نقصني ما لهاش زنب خالص في ده بديت اتفكر موضوع بطريقة مختلفة طب اسألك شؤال في الحتة دي انت بتاعت تدرك الحتة بقى النضجة دي امتى بعد حوالي بعد اول ست شهور يعني انت عدت اول ست شهور عندك حالة من الصدمة انه ايه ده مكنت شوه متوقع كده خالص بعد ست شهور ابتديت تفوق اه بالظبط صح ان هو مش دورها وحسيت ان انا بحاول اعمل الكل اللي اقدر عليه عشان يتبسط بس هو ما بيتبسطش يعني احاول مثلا اعمله اعمله اكل مثلا معاني انا مليش فط في الاكل يعني بس اعد بقى اجرب وعمل عشان اعمله اكل فلاقين عادي يعني مش مبسوط بدا لان هو توقعته في حاجة تانية اه هو مش دي الطريقة اللي هتبسطه وانا بعمل بالطريقة اللي انا فاكري ان هو هيتبسط بيها فنفضل بقى طب انا عملتلك وانت ماتبسطش ليه بقى ان شاء الله اعادنا كده شوية حساسية نمسك على بعض على الكلمة اه لا ما بيقولش الكلمة دي غير وراها حاجة اكيد قصده حاجة من وراها بقيت حاسة ان في الفترة دي مسكاله يعني برقبه على كل تفصيل بالرغم ان انتوا كنتوا عارفين بعض كويس قوي قبل الجواز احنا كنا بنقول كلمة في ادق ادق التبوزيل بعد الجواز ومتفاهمين جدا وبتحبوا بعض جدا هو عادة ان وقت الخطوة بيقى في وقت خلافات بقى شوية جدا غيره وتحكمات احنا طريبا وقت الخطوة مختلفناش حاجات غيلا قوي وحاجات كانت بسيطة قوي بعد الجواز بقى يعني يعني شهرة انبساط وحياة جميلة لا خالص شفنا ان احنا اللي فات ده كان حاجة واللي بقينا فيه حاجة تانية خاطص حميدة حميدة يعني فكرة انه دايما كانت جملة كده بسمحة اللي هو لا 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 بص انا خلصت مشاكل بقى في خطوبة انا خطوبة بقى بص اتخانقنا وقطعنا بعض واتناقشنا وحطينا سيستم لحياتنا وعملنا كله اكيد بقى خلاص بقى جوازنا هيبقى كله ورد دي كانت توقعاتنا وهي كان الحاصل غير التوقعات يعني كانوا بيقولون ممكن تتخنقوا على الرموت والنور مش عارف ايه فكنا منتكلم فيها يعني اتفعنا اتوا عمين حسابكو كمان على المشاكل اللي هتحسب الجويز انا بحب انا من غير نور فاتفعنا اوه مارينا كمان فان بش مشكلة فاتكلمنا في كل ده وبالرغم كده برده تسلمت بمشاكل احنا مش بهمنا هجاية منين بس يعني فعلا حسيته بعد كده انه عشان هو شخص من بيت مختلف وانا شخص من بيت مختلف عايشين في بيت واحد لازم يجمعنا ولازم نتحاول نتقلم ان احنا هنعمل سيستم جديد فلازم نحاول ببقى اقصى يعني اقصى مجهودة عندنا ان احنا نزبط بيتنا هياخد ده وقت لكن لما خدنا عليه بقى حاجة ثانية خالص يعني بقينا مبسطين جدا يعني احنا بس عندي اه اه هوا هي بتعود على كده ومتعود على كده اما حد فين هيجي عن نفسه فانا اكررت شوية حاجات اللي هينفع هيجي فيها عن نفسي فحاجات مش هينفع عشان مش بحبها كده بس هي موضوع تنازلات مش قد طب اسألك شؤال في موضوع الصدمة ده هل كنتوا بتقولوا البعض او البول على الحاجات اللي تصدمك في بعض ولا كنتوا حاسين لا انا خايفة دايقه لا انا خايفة دايقها لا ما بنفضل ان احنا ما نتكلمش في الحاجات اللي صدمونا في البداية ما كناش عندنا وقت نعمل كده عندنا وقت نختلف بس فكانش خالص ان احنا نتكلم بهدوه ونشوف ايه اللي مدايقنا احنا كنا بنحاول مش بنمثل معنا كيف بنمثل هو بنحاول ان احنا فعلا بندورها حلول لكن الحقيقة كناش بندورها حلف حتى تانية خالص المشكلة هي ان احنا كنمو اختلفين عن بعض فطبيعي فيه اختلافات احناش قادرين ندرك دي غير بعد شوية بعد يمكن سبع اثمان شهور ولما ادراكناها الحقيقة اختلفة تماما يعني ده معناه انه سنة تانية الجوائز افضل بكتير او انسان اقول انا احس ان احنا عايشين شهر العسل يعني الصدمة راح يعني الصدمة دي اعتقد انها تبقى حاجة طبيعية بتحصل جدا فترة كده لازم نعدي عليها عشان نقدر نوصل لبرى طيب احنا لوقتي اتكلمنا على الصدمات اللي مش كويسة هل بقى فيه صدمات حلوة؟ هل بقى فيه حاجة كده انا ما كنتش متوقعها او ما كنتش متوقعة انها تعمل هي كده وفي الاخر دخلت الجوائز ايه ده الله ده فيه حاجة حلوة جماعة ده حصل؟ اه طبع زي ايه؟ يعني مثلا اوقات لما بكون مضغوطة ومش بس من ماهر ماهر ما بيعملش كده بس قصدي لما يكون مضغوطة من شغل او حاجات كتير ورايا بقى بتجيلي حالة كده بنهار من العيات بحتاج حد يبقى جنبي فاكتر حد فعلا بيعرف يسندني في الوقت ده ويعرف انا محتاجة ايه؟ هو ماهر بيعرف فعلا يحتويني في وقت ما انا تعبينة قوي وحاسة ان الدنيا كلها عليا لا هو هو بيحتويني وبيقدر انه يطلعني من الحالة دي في وقتها يعني مش بس باخد فترة عشان اقدر اعذي به وهو معي لا هو فعلا بيعرف مفتاحي فين ويعرف يطلعني من الحالة اللي انا فيها احنا معنا تليفون من هيبا الو الو هيبا ايوة انا هيبا اتفضلي حضرك على الهواء انا مبسوطة جدا ان انا معاكم في البرنامج الحلو ده شكرا على قناة ساكسر شكرا اتفضلي ايوة عايزة يعني اقولكم على التجربتي ايوة تجربة صعبة يعني حقيقية متقلمة ايوة ايوة متقلمة جدا يعني من العلاقة الزوجية اللي انا عايشها ايوة انا وردت بظروف نفسية صعبة جدا لدرجة اني اتكاترة النفسيين قالوا محتاجة علاج نفسي محتاجة اصطماط في القهربائية في المخ ايوة محتاجة مصحة نفسية ايوة وفي ظروفي الصعبة دي الجزء ما كان شوائد جنبي خالص يعني نهائي ايوة ودني عند بيت اهلي ست شهور عادت فيهم ايوة بتعالج وباخد دوالي وابايا واهلي بيصرفوا علي وبيكبولي العلاق بيودوني اه الاضيورة بيودوني ابونا مكلي ولما بابا كلمه من جمعة اجاستو وقال له تعالى يعني اه روح معانا دير اه روح معانا عند ابونا مكاري اتطمن على امراضك قال له لا 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 انا مشغول وعندي مسئوليات وهترقف شغلي ومش فوضي وطالما انت حواليها كفاية وعندي واحد صاحبي النهاردة الجمعة هزوره في المستشف حقيقي انا اعديت بالفترة الصعبة دية والحمد لله ان اشكر ربنا انا بخير الحمد لله انا بخير دلوقتي الحمد لله الحمد لله مرسي جدا ليكي ومشاركتك يعني شكرا جدا ليكي واسفة جدا ان انت حستي بالمشاعر دي كلها واشكرك ان انت شاركتي معينا واشكر ربنا جدا ان انت دلوقتي بقيت افضل وبقيت احسن مرسي جدا ليكي هبة بجد مهر انا عايز اسألك على حاجة ليه علاقة بكلام هبة التوقعات اللي بتبقى دايما في الاول وجود الزوج ودور الزوج في الاول الجواز بيبقى دايما الزوجة بتبقى داخله حتى مارينة قريت الكلام ده قبل التليفون انه في الوقت اللي هي كان محتاجة في حد تكونت اول حد تبقى موجود معي دور الزوج ده ايه يعمل ايه عشان يفضل تلوقتي جنبه مراته عادة الرجالة بحيث ده رأيه الشخصي عادة ان الرجالة مش مش بيفهمه قوي مراته حاسه ايه عادي تعبانة ايه عادي نفسيتها مش كويسة ايه عادي ما بتعايت بتعايت اها شوية تبقى كويسة خلت رح لمومتها كده شوية وتبقى كويسة فاهم قصد ايه دور الزوج مفروض يعمل ايه دوره يبقى جنبها يعني بحال اللي بقى سهل ايه ايه بقى جنبها يعني لان كان فارق ايه كان فارق معي ايه موضوع ارتباطي فانا بقدر ايه قبل ما افكر في ارتباط قبل ان يكون فيه مارينة باسمع محضراته باروح كان فارق معي ان انا اتعلم دول فكان البنت او الست احتياجها في وقت مقواتنا عايز حد يسمعها عايز حد بيحضنها من الاخر مش عايز حد يديها حلول كان عندي مشكلة صغيرة مع ان كنت اعرفها بس في الاول مع الصاد ما مكنتش قادر اخد بالي منها ان ساعات بقولها حلول مش عايز حلول مش عايز حد يسمعها مش عايزك تديها حلول خالص وده لما جربناه لما اسمعها بس هي بقت كويسة جدا اسمعها وبططب عليها ومعليش انا جنبي هي بقت كويسة جدا مش محتاج تديها حلول محتاج حد يبقى جنبها في التوقيت ده محتاج تحيس انه انت سايب كل حاجة وهي اهم واحدة محتاج اقعد حيس ان فيه سند يعني ساعات بتصل به هو في الشغل او او مشغول او بيعمل اي حاجة وانا دلوقتي اعايز اتكلم يعني لما بتطلب معي اتكلم هتكلم في وقتها مش مهم بقى يعني مش اكيد براعي الظروفه بس حالتي متضايقة فمحتاج اتكلم مع حد فاول حد بفكر فيه هو ماهر برين عليه يسمعني وبحيس حتى لو بالتليفون مش قدامي هو مقدر انا بقول حتى لو اتفه يعني مشكلتنا ان الستات بتقول حاجات الرجالة بتشوفها ايه تفايل انتو فيها دي لكن هو لأ بما انك انت متضايقة فتبقى حاجة ممس يعني تستحق ان انا اسمحها ولازم احس بيك حتى لو هي تفايلة هي بالنسبة لان انا تفايلة هي بالنسبة لها حاجة جبيرة جدا فانا ما اتفعلتش ما احصل ايه اللي انت بتقوليه ده هي اكيد مش هتكرر ان هتكلمتين صح هتروح لليه وانت قصب اتفه من مشاكلها هي بالنسبة لها هي حاجة جبيرة ازا صح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا